رحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والاحترام والتقدير لحضراتكم أهل العلم وخاصاته الله يبارك في حضراتك وكذلك فريق العمل فوق رؤوسنا وملء عيوننا الله يرضى عنكم يا سيد مع حضراتكم أحمد عروج من غير شبه أنا ببسط من الناس اللي بشكروا جدا جدا فريق الاعداد وفريق العمل ده لأن أنا في الحقيقة ساعت ببقى نسيهم فبشكر كل زملاء اللي موجودين معايا سواء في الإخراج أو سواء في التصوير أو سواء في الاعداد أنا بشكوركم كلكم تفضل أستاذ أحمد بكانهم في قلوبينك الله يبارك في حضراتك تفضل أستاذ أحمد حضرتك مع حضرتكم أحمد عروج بن غير شبه الخيمة تفضل أستاذ أحمد بس عايز حضرتك بعد إذن زعتك تتفضل مشكور بإضاح قيمة العلم والتعليم للإنسان وكذلك قيمة المعلم عند المتعلم حاضر أستاذ أحمد يعني خلينا أقول لك أستاذ أحمد أن لما كان بنتكلم على أن العلم نور عارف العلم نور ليه لأن العلم تجلي من تجليات وصل الله سبحانه وتعالى بنا يعني الإنسان لما يتعلم يتفتح له طريق يشوف الحياة بنور الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قال للملائكة إني جعلهم في الأرض خليفة قالوا أتجعلوا فيها ما يفسدوا فيها ويسفكوا الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وبعدين عمل إيه؟ ماذا فعل الله سبحانه وتعالى؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة يبقى أول تكريم واضح للإنسان شهدت عليه الملائكة هو تكريم اللابة أن علمه بذاته العلية ولذلك العلم ده العلم في الحقيقة مش معرفة العلم مش معلومات العلم وصل رباني لما الإنسان بيتعلم بيرى بنور الله الإنسان لما بيتعلم يرى الخير يرى الحقيقة ولذلك أكتر حاجة عشان تتحقق هذا الدعاء اللهم أرينا الحق حقا ورزوكنا اتباع ما أرينا الحق حقا بإيه؟ بأن تسلك طريقة العلم العلم هو الوحيد اللي ممكن بيه ترى الحق حقا ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله فرح الإمام بخاري مباوب باب باب العلم قبل القول والعمل يعني قبل ما تعمل وقبل ما تتكلم اتعلم ولذلك احنا محتاجين العلم في كل حاجة كل شيء فاحنا محتاجين العلم في كل شيء ولذلك نحن نحتاجين دائما أن نتعلم